شكراً للزملاء وأهلا بكم في النشاة الرياضية خطف ممثل كرة القدم البحرينية فريق الرفاع صدرت المجموعة الثالثة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوز على مضيفه العربي الكويتية بثلاثة أهداف نظيفة وجاءت الأهداف بإمضاء كل من كوميل الأسود، هاشم سيد عيسى وجويل فينسيوس وذلك خلال مجريات الشوط الثاني من المواجهات التي قمت على استاذ جابر الدولي في الكويت بهذا الفوز رفع الرفاع رصيده إلى سبع نقاط مع ختام مرحلة الذهاب خطف فريق المحرق التعادل في اللحظات الأخيرة أمام نظير فريق النادي الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور ناصر بن حمد المبتاز لكرة القدم النادي الأهلي تقدم بنتيجة المباراة بلاعبه جوفاني سيلفا في الدقيقة الثامنة والخمسين قبل أن يخطف البديل في إراس شواط التعادل للمحرق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليرفع المحرق رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس في حين وصل النادي الأهلي للنقطة الرابعة وبقي في المركز الثامن على سلم الترتيب وفي ختام لقاءة الجولة نجح فريقه الخالدية في تجاوز عقبة البسيتين بهدفين مقابل هدف واحد أهدافه الخالدية جاءت عن طريق إسماعيل عبداللطيف وضرغام إسماعيل فيما أحرز صالح الزبيدي هدف التقليص للبسيتين بهذه النتيجة يتصدر فريق الخالدية فرق الدور بفريق الأهداف عن فريق النجمة برصيد عشر نقاط في حين ظل للبسيتين على رصيده السابق نقطة واحدة فقط في افتتاح منافسات دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة تمكن فريق للبسيتين من تحقيق انتصار مهم على حساب نظير فريق عالي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المجموعة الأولى للمسابقة ولحساب المجموعة ذاتها فرض فريق المحرق سيطرته في لقاء أمام الدير محققا فوزا سريعا بثلاثة أشواط دون مقابل أجري صباح اليوم الاجتماع الفني ومراسم قرعة تصفية المجموعة الأسيوية الخامسة لبطولة كأس ديفز للتنس والتي تعد البطولة الثانية ضمن سلسلة من البطولات القارية والدولية الخامسة التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس خلال شهر أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب بوتان وميانمار وضمت المجموعة الثانية كل من اليمن قطر والنيبال فيما ضمت المجموعة الثالثة بنغلاديش منغوليا وجزر المالديفة وجاءت منتخبات بروناي ولاوس وطاجكستان ومكاوة ضمن المجموعة الرابعة هذا ومن المقرر أن تنطلق منافسات التصفيات يوم غدين الأربعاء على ملعب الاتحاد في جامعة بولو تيكنيك البحرين في مدينة عيسى طبعا استعداد لهذه البطولة كان من فترة طويلة تم اختيار من مملكة البحرين للمرة الثالثة على التوالي اللي استضافت هذه البطولة وتم الاعداد لها من خلال تجهيز الملاحب والإداريين واللجان اللي استضافت هذه الحدث والحمد لله يعني توفقنا ومثل ما تشايفين اليوم الوفود جميعها وصلت ومرتاحة من فندق الإقامة والتجهيزات اللي أبدناها خلال هذه البطولة احنا تجهيزاتنا لديه في سكب نتمرن كل صبح وعصر تنس وفتنس تقريبا ست ساعات في اليوم فاحنا انشاء الله داشين البطولة هذه بقوة وانشاء الله نبيض الوي هذه بطولة كاس العالم شلون ما تعرفون فاحنا ما بنتسهل في أي منتخب أو أي فريق في نهاية اليوم في الملعب يعني الملعب يحكم اشتركوا في القناة